موسيقى حياكم الله مشاهدين ومتابعين من قناة زاكروس مثل ما عودناكم أكيد ببرامج وتفاصيل كثيرة من خلال نسمات زاكروس اليوم نحن بالتحديد مع أهم الأيقونات الموجودة بالعراق وحقيقة اليوم الشخصية الوياية كلش مهمة وهذه الشخصية أكيد لح نحن عنها بتفاصيل مملة أستاذ عاصم السلطان من هو عاصم السلطان؟ يا أهلا وسهلا ستة الغالية أهلا وسهلا في مكاني الخاص طبعا عاصم غواص ومغامر ونحات ورسام ومتذوق للطبيعة وعشق للطبيعة أحب الطبيعة أحب الشغلات الغريبة بالحياة أحب أي شيء يكون خارج عن النطاق المألوف مثلا هذا المكان مكان صراحة مكان أشتغل به أعمال خشبية وعندي إمكانية أن أجمع الأكوفة الجمال بالطبيعة أنا لاحظت أن أكوفة تناغم كل الشبير من خلال شخصيتك وجمعك لهذه الأشياء يمكن هذه الأشياء تحتاج إلى فد شخص أكيد يكره الروتين مية بالمية بس بنفس الوقت جمعك للأشياء وخاصة الحيوانات اللي نشوفها طبعا أغلبها محنطة وشي منها حاطها كتذكار هذه شون جمعتها؟ شون عشت مغامرة بهذه القطع؟ بهذه القطع؟ المغامرة صعبة وخطرة خطرة للغاية بس الروتين قاتل فأنا من عشاق المغامرة وعشاق البحث البحث عن الجمال البحث عن الأشياء الغريبة بالحياة عظم خشبة جذع شجرة كل شيء يثيرني خاصة بالطبيعة واعتناق الطبيعة باتجاه الطبيعة طبعا أنا والدي نحات اكتسبت خبرة النحة من عندي مارست الأعمال وياهواية وصلني مرحلة بالحياة كل جميلة وصلت مرحلة بالحياة بقيت أشوف كل شي جميل كل شي جميل كلمة طيبة جميلة التصرف الصحيح هو جميل اعتناق الشغلات الطبيعية هو جمال كل شي بالحياة هو جميل اليوم أنا طبعا أنا لتار انتباهي يمكن لو أخذنا وقت يشقد ما نقدر وياستهل عاصم ملحا كفي ونوفي المواهب اللي موجودة عنده من ضمنها طبعا الغوص يمكننا أنا عرفت أنه تغوص مسافات جدا بعيدة نعم أنا خريج جنوب أفريقيا بالغوص التجاري احنا حاليا بناء منصات نفط بالخليج العربي كلمة الخليج العربي تعتبر مو الخليج الدول الخليجية كلمة الخليج العربي الماء العفو اليابسة تحيط بالماء من ثلاثة جهات احنا عدنا خليج عربي وعدنا اطلالة بحرية بالبصرة كلش جميلة أنا أشتغل بناء منصات نفط أو صيانة المنصات النفطية بالخليج العربي بالمياه الوطنية العراقية نحن حاليا نشتغل على 30 متر صيانة منصات منصات النفطية العراقية فإحنا غواصين حاليا إحنا أربعة بالعراق إحنا نحمل شهادة الإيميكا دايف إحنا أربعة بالعراق فقط يعني موظفين في شركة نفط البصرة إحنا غواصين عالمين بس أربعة طبعا اللي لفت انتباهي جامعك لبعض الحيوانات وتحنيطها قصة هذا الاختبط اللي جمعته أو شون قدرت التحافظ علي بهذه العلبة هاي مثلا أول شي شون لقيت هاي مثلا ما أنا مثلا منطل على البحار أو منطل على السواحل دور الكائنات البحرية طبعا أنا جاي أستعيد أفتح متحف يربط بين الفن والبحر زين هاي الكائنات أكثر العالم ما شايفتهي هاي الكائنات يعني أنا احتفظ بيها طبعا من الطفولة عندي هذا الشغف من الطفولة أن احتفظ بالكائنات يعني تجمع يعني مثلا هاي هسا الاختبوط نبدأ من قرب الكاميرا أنه هذا الاختبوط يعني نشوف مرات بالشاشة بس ما نقدر أنه بصراحة أن نطلع عليها بشكل أفضل من هيتش يعني بصراحة أنت نموذج موضح جدا صحيح هذا بالنسبة للبحر صحيح علاقتك بالصحراء والعقارب العقارب العقارب طبعا عندي هو العقارب يعني كائن سبحان الله كائن ذو قوة وذو جمال صح أنا أصيدة بس أوصل مرحلة بحيث هو يعني يترك الحياة وأحتفظ به طبعا هذا مادة الفورمالين رح يبقى مدى الحياة محنط بها المادة فأحب هاي المخلوقات أنا أتفرج علي سبحان الخالق كوني نحات تجذبك التفاصيل الموجودة تجذبني التفاصيل والتكوين الذاتي للبنية مثلا شفت عندك هنا همينة أيضا بعض الأشياء اللي أيضا ممكن أن نحك عنها مرات أشوف أكو عدك جماجم هسا مثلا هذه الجمجم يتعود المن يعني هذا سمك القرش طبعا هذا سمك القرش أفريقي يعني السواحل الأفريقية هاي أسماك عراقية هاي يعني جماجم مال الذئاب أنا طبعا أحب الصيد أحب هواية الصيد أكثر الحيوانات دائما تجذبك بالطريعة وتحب أن تحتفظ بيها يعني حاسيت أنه أكثرها يمكننا الشغلات تشبه الطائر أو عندك الغزلان على بعض الجماجم اللي إذا أشوفها وأكتشفها هنا يعني أكثر شيء يعجبك في الحيوانات أنت تقتنيه كل الحيوانات هي عبارة عن يعني شون نقول جمال الخالق كل الشغلات مثلا الموجودة على الطبيعة أنا أعشقها كل مثلا العظام سبحان الخالق ألزم العظم أنا أجوز كوني مثلا أنا أدور تفاصيل أو أي شيء بالنحد فأبارة العظم أنا شقد ما أنحت باتجاه العظم أنا لا شيء أصبح لا شيء بالنسبة للجمال الخالق فالجماجم والحيوانات وجمال الحيوان وتفاصيل عيوني وحركاتي سبحان الخالق يعني تجذبني كل شيء يعني جمال الطبيعة كل شيء يجذبني أكيد أكو تفصيل مهم جدا وأعتقد صارت لك صار موقف وياك خاصة بجمع هيكل عظم كامل لحوت سمعت أنه أنت تجمع هاي أشياء بنغم شديد يعني نعم الصراحة عندي طبعا هيكل حوت كامل وعندي شغف جمع الهيكل عندي كل الشغف لأن مكانه كلش صعب ووعر بحيث أنا سنة ونوص طلعت تقريبا سبع فقرات أي فعندي بعد 24 فقرات للحوت لازم أكملهن ولازم أنصب هذا الحوت في مكان معين ولازم أصير مثلا رجل الحوت أي طموحك كبير لازلت أكيد تقتني هذه الأشياء ولازلت أنه تحافظ على كل شيء ممكن تجده بمغامرتك كل شيء ألقى باتجاه مغامرتي هو طبعا أنا مغامرة من أطلع المغامرة أنا ما أعتبرها مغامرة أنا أعتبرها غذاء للروح أتغذى روحيا باتجاه الطبيعة أترك المجتمع أترك الهوسة أترك مثلا هذا مثلا ضجيج المجتمع ضجيج المسؤوليات أروح المكان أعتزل عنه نهائيا أفكر بالخالق أفكر أنا شنو هنا أنا وجودي أفكر بذاتي الخاص فأتعرف على الطبيعة أثناء تعرف على الطبيعة ألقى شغلات لاحظها أنا طبعا أكيد النقاش والحوار والأستاذ الكبير والكابتن طبعا والفنان يعني يعجز اللسان عن وصفه وأكيد نحن نشاهد أنه بصراحة عملية تتجمع هذه المكونات ليس سهلة اليوم هو غواص يغوص في مدى معين من البحار لكن هو بالحقيقة غاص في الطبيعة لدرجة أنه لا يمكن أن الإنسان يتخيلها بصراحة هذا الحب والشغف للطبيعة أكيد ما يلامس روحه ويلامس أصلا عمله يعني هو بطبيعة عمله حد أن يكون فتفكرة للناس ويفهمهم أنه جمال الطبيعة ممكن أن تعيشه أنت ليس خلال أن تشاهده يعني بصراحة كثير مغامرين نشوفهم إحنا على الشاشات لكن للأسف شديد المغامرين ميكدون يوضحون هاي الصورة الكبيرة اللي يوضحها الأستاذ عاصم السلطان وأكيد إحنا نشكره على هذا اللقاء وإلى هنا أكيد نرجع إلى داخل الاستيديو ترجمة نانسي قنقر